مجلس الشورى لسنتين الماليتين 2021-2022 والمرافق للمرسوم رقم 70 لسنة 2020 كما ناقش المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة المرافق للمرسوم رقم 20 لسنة 2019 هذا وأصدر المجلس بيانا بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من شهر ديسمبر من كل عام والذي يقام هذا العام تحت عنوان المرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي حيث أكد مجلس الشورى أن المرأة البحرينية أثبتت التزاما وطنيا مشهودا وقدمت إسهامات رائدة لتعزيز العمل الدبلوماسي في مملكة البحرين بفضل ما تحظى به من رعاية ملكية واهتمام متواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله ورعاه وما يقدمه جلالته من دعم لتقدم المرأة البحرينية وأضاف المجلس أن الاهتمام المباشر والدعم والمساندة غير المحدودة التي تليها صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تعتبر إحدى ركائز النجاحات والإنجازات التي استطاعت المرأة البحرينية حصدها لجعلها في سجل الإنجازات الوطنية ترجمة نانسي قنقر